السلام عليكم مساء الورد والياسمين. البتحية وتقدير متابعين قناة عبد جبار. اليوم حبيت نديلكم فيديو حياة سائق في الجزائر. كيف تنظف شاحناتها كيف تصلي كيف تمشي في طريق كيفها. كل خطرة دلكم اليوم ما رح نديلكم صغير. تابعوني خلفي. عش تكون يعني انا هنا راح نسبق الوضو. بسم الله. انا راني بجي ننظف الشاحنة. بجي ننظف الشاحنة وتكل الشاحنة تعالي بجي ننظف الشاحنة تحتاج كرواة. الشاحنة. انا راح ننظف الشاحنة. اشتركوا في القناة توجدت في القرآن قد اتعرف التعريفات قد نقل أن يكون كبيراً على تقريباً ومن أكبر ستاعدة فهو تحفظ لديها أصبح مفرد أحنا أحنا حينها في القرآن من أكبر أكبر من أكبر إنه حينها في القرآن أحنا حينها في القرآن نقدر نقلي من بعد هاو النوعيات اللي ازيس لراني ندير فيه يعني ما شاء الله هذا يديم سحنة النظب بالشحنة خير من البرودويات هذو كبرودويات هذو كتديرهم من بعد حشكم يقولوا يقبضوا الغبار يقولوا يديروا واحد الريحة هكذا يكتنو الصباح ويتنو الثقة واحد المهم ان ما يعجبونيش بروديش وميك هذو ما ما يساعدنيش اصلا في الحساسية في ديه في الجسم تاعي عقدة تكون يعني حتى تكون الشاحنة ولا مركة اي مركبة من نقيها مليح تقدر تخدم عليز تنظف فيها ونظف فيها هنا تصلي فيها يعني تصلي تأكل تريق بأمور يعني خلقت متقر وما الخدمة اللي نخدمو فيها اي فيها غبرة كبيرة بتقدر تنظف الشاحنة تاعك وتنقيها مليح وهي دار تاعك الانسان وين يرقد وين سبحان الله العظيم والله يكين ينحرين يا اخوتي غير تفلع ما غير تحشر يعني انا ندعي ربي العالمين اني دائما نخلي الشاحنة تاعين مركبة تاعي وخاصة انا برا شوية نطولو ما خلوناش نوصلو اه كل سمانة ولا بلشهر ولا ام الصحة لداخل اللقابين ما نخلي هاش باذن الله كي يكون كاميو نخطكش على هذيرا مسئولية وحاجة رك عايش فيها دار تاعك الانسان وين وين يرقد ويني اه يرتاح ويني يسبر راحة تاعو في الشاحنة تاعو كي تكون اه لقابين داخلقية حتى الخدمة ما متكرهاش صحي لا كانت مثلا اه الشاحنة مع البالش كي تاعي لازم تطريق ليقع حواجك كي تنظر الصباح تقل بقا قشك اه تحل لقابين تنفس اللقابين مرقادة ذاك اه تقسل حواجك تبدل تقاشر كل يوم اه وخاصة صباط ما تبيتوش معك في لقابين عندو بلاستو الخاصة يعني حواج كي تنقي هذو خوتي انسان هو الانسان ثاني لي يعني يصلي اه يعني مستحيل انه كن مش نضيب الصح كمام كمام الانسان لازم دائما مرة على مرة ايه هاكذا يدير اه ينضخ الشاحنات ايه انا انا مش مرة على مرة كل من طلع نصوف لي رجلية كل من لازم توقف واتقول لي مبعد بعد يترك ما انك من بعد الاوسيق هذيك من بعد ما تقدش تنقي الشاحنات ايه لازمك تغسل الكارويت من داخل من برة اول مرة شوفوا خوتي اول مرة انا عندي بزيف يعني هذا الفيديو هذا ظهرت فيه بزيف يعني عندي اصدقاء كثير كثير انهم يلحوا عني عبد البار لازمك تبان لازمك لازم نشوفوك لازم وانا والله نحب نخدم على القفاة على جلش على جل عندي مبادرة خيرية مثلا كما غرس الاشجار كما واسمو حاب نديرهم لواجه الله مش انه انساني يبان ولا يعود بسموك والمبادرة هذي اللي هنديرها ديرها يعني التشجيع للناس باش الناس تولي اه تغرس الاشجار اول حاجة اندي وازرها عند ربي سبحانه ثاني حاجة ان الناس يعني تتعاند الناس نديرو تحفيز نديرو وربي يقدرنا ان شاء الله شوفو هذو اللي يطرف يزور هذو اللي من قدام عندها دور كبير ناس يسر تحقرها ما ينظفوهاش ما يريقلوهاش قادر يفوت لك واحد قدام لك قابين قادر حاجة وكي تنظف شحينة تاك خاصة ان الزجاج كي تجي راجع مشريار تشوف كي بسمو يعني حوايج تتحقرهم بالصحة الايسان عندهم بسمو كبير وهنا مع الغبرة ومع ذيك تنظف الله تكعد انه والله تطلع التحبط مثلا نذكر روحا نشارجي ترجع لك بي كما كانت وخاصة ان برا اما الداخل كل ما يبديرو ناجيه مباركجو الفيديوهات وجزاك بالله كل خير